في غضون ذلك يصل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إلى بيروت اليوم في زيارة تستمر يومين يلتقي خلالها عددا من المسؤولين اللبنانيين وكان السفير الإيراني في بيروت مشتبى ماني قد أعلن في وقت سابق أنه على جدول أعمال عبداللهيان محادثات ولقاءات مع المسؤولين اللبنانيين بشأن موضوعات لا تهتمام مشترك واعتبر أن زيارة تعكس السياسة الإيرانية وما وصفه بالدور البناء الداعم لاستقرار لبنان وازدهاره